شارك وزير الموارد المائية والريه هاني سويلم في جلسة إطلاق مبادرة ترابط المياه والغزاء والطاقة والنظم البيئية في إفريقيا خلال فعليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي التسع وأكد سويلم في كلماته أهمية مبادرة تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا ومعالجة ندرة المياه وأشار إلى ضرورة تطبيق هذا المفهوم على المستويات الوطنية والإقليمية مع مراعاة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء كما أوضح دور مصر الرائد في هذا المجال من خلال منصة نوفي التي تدعم مشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لمواجهة التغير المناخي وندرة المياه